العناية بالأسنان ولكن أسنان الأطفال وهو مضوع يهم كل الآباء والأمهات لا سيما أنها مرحلة التأسيس لأسنان صحية وذات مظهر جميل فعلا سبحان الله أول ما يشد انتباهنا للشخص هو الابتسامة تبدأ العناية بصحة الفم والأسنان للطفل قبل ظهور الأسنان الأولى اللبنية لذا منذ الولادة وخلال السنوات الأولى من حياة الطفل يكون الوالدان مسؤولان عن نظافة فم الأطفال قد تكون رحلة المحافظة على أسنان الأطفال متعبة ولكنها مجدية لذلك دعونا نضع مجموعة من الأسئلة على الدكتورة سكينة ردمان ونأخذ منها نصائح قد تصعد الأهل من خلال هذه الرحلة لمعرفة العناية بالأسنان يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتورة سعد صباحك سمية وديان أهلا وسهلا شكرا لكم على الاستضافة يعني أنا حاسة أني صرت جزء من هذا البرنامج طبعا وحنا يشرفنا أكيد دكتورة بداية حابين نعرف من الأساس يعني ما هي الأسنان اللبنية وإيش أهميتها الأسنان اللبنية هي أول أسنان بتظهر في فم الطفل معددها 20 سن بتبدأ بالظهور من عمر 6 شهور كده لحد سنتين ونص بتبدأ أيضا بتتبدل بأسنان دائمة من عمر 6 سنين إلى تقدري تقولي 13 سنة فالطفل من لما يبدأ يعني عمره 6 شهور إلى 13 سنة بتعيش مع هذه الأسنان اللبنية لذلك فترة جدا طويلة فلها أهمية كبيرة جدا أقدر ألخص أهميتها في أربع نقاط رئيسية النقطة الأولى هي مضغط طعام في هذه الفترة هو بيحتاج يتغضى جدا كويس وبيحتاج يمضغط طعام جيد النقطة الثانية مخارج الصوت والحروف يعني عندك حرف الزاي الصين من وين مخرجهم بيخرجهم بين الأسنان إذا في مشكلة بالأسنان بيكون شوية نطقه سيئة ممكن يتعرضوا لتنمر ممكن لقود دام يكون شوية صعب نطق الحروف هذه الشيء الثالث أن الأسنان اللبنية هي بتحفظ المكان للأسنان الدائمة اللي بتطلع وبتعيش معها إلى نهاية حياته فإذا فيها أي مشاكل حتروح هذه المسافة حيتأثر لقدام ممكن يدخل بتقويم ممكن يعني تقويم سنة سنتين كان يقدر بس يحافظ عليه بأنه يعالج تسوس أو شيء بسيط بسن لبني جميل الشيء النقطة الرابعة والأخيرة اللي هي مظهر الابتسامة والسن لهذا الطفل يعني إحنا نتكلم عن عمر عشر سنين ثلاث عشر سنة طفل بهذه المرحلة بيتكون شخصيته فإذا كان فيه شوية اهتزاز بالشكل أو تعرض لأي تعليقات سيئة تنمر أحيانا لأسف بيأثر عليه لمرحلة جدا متقدمة فجدا مهم الأسنان اللبنية وللأسف فيك شوي خلينا نقول ضعف وعي بأهميتها فعلا ونشوف الأهالي يمكن عندهم نوع من الاستهتار في حماية هذه الأسنان أنه يقول هي حتستبدر وحتطلع بدالها جديدة لكن في مخاطر فكيف نحمي أولا دكتورة هذه الأسنان علشان يعني تجي الأسنان اللي بدالها فتطلع بشكل صحي ومظهر جيد جميل قبل شوية وديان كانت تقول أنه الأسنان مسؤولية الأم والأب بتبدأ من بعد الولادة بالعكس مسؤولية الأم بتبدأ منه ولسه الطفل في بطنها لأنه السن اللبني بيبدأ يتكون منه الطفل لسه في الرحم فمن وقتها يعني الأغذية اللي تأخذها الأم بتكون مؤثرة بشكل مباشر على الطفل في كثير عناصر غذائية مهمة لكن أهم العناصر الغذائية للطفل بيحتاجها علشان يكون أسنان صحية الكالسيوم الفوسفور فتامين دال عدم أخذها بشكل كافي من الأم سواء في فترة الحمل أو في فترة الرضاعة يعني إلى عمر خلينا نقول سنتين ونص بيأثر بشكل مباشر يعني نقص هذه العناصر ممكن يسبب أن الأسنان تكون جداً لأن طبقة الخارجية تبعها ضعيفة ممكن حتى تكون عنده نقص يكبر وفي عنده أسنان ناقصة فيه فهم وهذا الشيء جداً مهم أيضاً العناية ونحن أظن نحن نجيلها لقدام العناية بالأسنان نفسها وبنظافتها الآن بني قيل موضوع العناية تطرقنا على الأساسيات الأسنان اللبنية الآن نقيل يعني بالنسبة لعناية الأسنان متى يبدأ استخدام أول مرة معجون الأسنان؟ معجون الأسنان بيبدأ يستخدمه بعد عمر سنة أو من ست شهور لسنة لكن قبل كده إيش هيستخدم لما يكون لسه لا يوجد أسنان بفم الرضيع أيوة إيش يستخدم؟ الآن ممكن تستخدم شاش نظيف بعد ما تكمل تردعه سواء رضاعة طبيعية أو بالرضاعة تمسح بهذا الشاش مكان الليثة للأسف كثير أمهات تردع الطفل بعد أن تخليه ينام وحياناً الرضاعة تكون بفمه وهذا جداً جداً يضر الفم نحاول قدر الإمكان أنه قبل ما ينام يكون مخلص ومسحنا له بشاشة بعد ما يبدأ يطلع أول سن واللي هو قلنا غالباً ست شهور تبدأ نستخدم فرشا ناعمة ثم نبدأ نستخدم معجون لكن جداً مهم كمية المعجون هذه والتخصص يمكن للرضع يكون معجون خاصة طبعاً أنت أول ما تشتري المعجون من الصيدلية يكون مكتوب عليه العمر يعني ممكن يكون مكتوب مثلاً من صفر إلى ثنين اللي هو خلال هذا المعجون خلال أول سنتين مهم جداً الكمية علشان فيه كمية فلورايد هي مهمة للأسنان بس مش حلو زيادتها فلما الطفل يكون في أول سنة بتكون حجم المعجون اللي ينحط بحجم حبة الرز بس بعدين يصير على عمر ثلاث سنين حجم حبة البازيلا يعني لازم نكون جداً قليلاً يعني تتدرق الكمية؟ كلما كبرنا كلما شوية تدرق طيب بس أنا حباً أعرف تفاصيل أكثر على مواصفات هذا المعجون الآمن كيف يكون؟ المواصفات أول شيء أن يكون خاص بالأطفال لا أخذش معجون خاص بالكبع عشان تكون نسبة الفلورايد فيه جداً كويس لأنه أصلاً نسبة الفلورايد صادت موحدة عالمياً من قبل كان في نسبة أصلاً هو يحتاجها السن تركيبته يحتاج نسبة فلورايد لكن زيادتها مثلاً في المعجون أو في الماء بتضر بتعمل زي بقع بيضاء وشكل مشحل بالأسنان لكن مهم نوع المعجون ومهم كميته زي ما وضحت قبل شوية طيب أنا حابة أعرف يعني الآن نقل الموضوع الأغذية المرتبطة بصحة الأسنان يعني أثناء مرحلة النمو دكتورة مهم عناصر الغذائية تكون موجودة زي ما قلت الكالسيوم الفسفور فيتامين دال كل هذه الفيتامينات وكمان مهم نحن من الجانب الآخر نحاول ننخفف سكريات قدر الإمكان الأطفال أكثرهم يعانون من التسوّس بسبب القعالة يعني ما هي الحلويات من تقنيصة الأوم من هو صغير تروح تحط له في الحليب أشياء محلة وفي الرضاعة يعني عصير وكذا وتبدأ تعود أوم من هو صغير لكن لازم نحاول نحن نخفف هذه الأشياء يعني شوية شوية مش فجأة نعطيه ببذخ فجأة نصير نقول له يلا خفف أو وقف لا كل شي يجي بالتدريج نحاول نقلل السكريات وإذا أخذ الطفل سكريات نحاول يكون مع الوجبة لأنه لو أخذ مع الوجبات وبعدين ما بين الوجبات حيكون الكمية جدا كبيرة وإذا ولابد نحاول نأخذها بس مش في الليل لأنه بعد الليل هو حينام حيظل داخل فما وحي البكتيري حتنمو أكثر فعلا يمكن هذه نقطة مهمة من موضوع السكريات طيب نجي نشوف دكتورة يعني الأطفال يخافوا من زيارة طبيب الأسنان لو تفسري لنا يعني كيف نتعامل مع هذه الحالات اللي فعلا يكون فيها الطفل بحاجة لزيارة الطبيب لكن يخاف يشوفوكم بعبوء لماذا؟ حتى الكبار أخياني حتى الكبار صراحة ايوه يعني شوفي أنا من منبري هذا أخاطب كل أولياء الأمور لما يكون ابنكم مزعج أو متعبكم بليز ما تقولولوش ونوديك عند الدكتور يهداء واللبن عملت إبرا عند الدكتور ايبا احنا من هنا نبدأ نبني عنده هذا الخوف ليش؟ بالعكس يعني حتى لو ما يحتاج أن نروح لدكتور أسنان يا سمية اودي أنا ببداية يعني نمو أسنانه اخليه شيئك حتى لو ما عنده أي مشاكل يتعرف على الجو ياخذ نظرة على الطبيب يعرف أنه الطبيب شيء لطيف يعني صح أنه فيه أطباء ممكن يعطوه تجربة سلبية بس مش الكل احنا دائما بنحاول نحنا يعني لما يجي أول يوم إذا كان خلص فرضا تعرض لتجربة سيئة فرضا الطفل صار خايف وعنده مثلا دنتوفوبيا اللي هي الخوف من الأسنان ايش ممكن نسوي؟ اودي أول جلسة ما نشتغل لأول شيء أول جلسة بس يعمل علاقة مع الطبيب يتعرف على المكان نعطي هدية كذا حلوة إنه والله فأحص أسنانه وكذا المرات اللي جاي لما نشتغله أي شيء أنا شخصيا مثلا أحاول أشرح له أدي المراية أخليه مسكه بيده شوف هذه بس مراية بس حنشوف داخل فمك أعطي مثلا إيش حنسوي على هيات قصة في عندك سوسة قال استأكل بسنك الآن حنيمها اللي هو التخضير أنا أسميه تنيويم يعني مسحيرة كله تخضير حنيم السوسة دي غمض عينك عشان ما يجي على عينك لأنه بيعور العين وهو حرفيا أنا عشان بس ما يشوف الإبرة خليه بس يغمض عينه والمساعدة تجيب لي من وراء يعني نعمل تكتيكار عشان الإبرة دي وكثير أطفال حرفيا ما يعرفوا أصلا أنهم أخذوا الإبرة لأنه كمان فيه تخضير موضعي للمكان فهذه مسؤولية جدا كبيرة على الطبيب وعلى الأهالي كمان أنه ما نكون نخوفهم بالطبيب سواء طبيب أسنان أو طبيب عادة فعلا أنا عشت قصص رعب أنا صغيرة قصص رعب يعني في قلع أسناني خليه على الله أكثر ما ستتعب الأم والأب لأنه بعضين حيكونوا رايح راجع رايح بدون أي شغل طيب أنا حابة بس أقول أنه مرحلة تفريش الأسنان دكتورة ممكن تكون عائق كبير أمام الآباء والأمهات لأنه بعض الأطفال ما يحبوش هذا الشي حتى نشوف هذه العادة رافقتهم للكبار يقول لك أنا ما تعودش أفرش أسناني لأني ما أحبش كيف ندرجها كعادة كيف نبني هذه العادة شوفي بناء العادة جدا صعب أعرف مش بس فرش الأسنان أي عادة أنت تحتاج تعمليها يوميا صعبة سواء عند الصغار أو الكبار لكن مثلا التكنيك الآن اللي قلت لك هو لو الطفل عادة رضيع وأمه تمسح له في الشاش بعد ما وصل سلس التشور بدأت تستخدم له فرشة هو متعود أصلا هو بس باقي أنه بدل ما تكون يد الأم تصير يده أي وكدر فبعد ما يعني يكبر كل شوية وهو الأم توثق هذه الأشياء بصور تشجعه تفتح له موسيقى معينة لما يفرش تأخذ له صور تذكارية حيتعود وحيحب هذا الشي حتى لما يروح عند الطبيب طبيب يشجعه والله صنانك كويسة يعني هو عبارة عن بس تشجيع ومن الصغر ما نريش يعني فجأة يلا يبدأ الله يحفظ الأمهات معهم سمفونية خاصة فيهم يعني أحياناً الحرفية ففعلاً الطفل يشتي محايله وأنك تجيله مقفى عقله شوية أيو فعلاً ويمكن بعض الأطفال يصابوا بالتصوص فنتيجة إهمال للأهالي وبعض السلوكيات اللي تكون يعني مرافقة لحياة الطفل زي ما ذكرتي السكر وأكل السكر في الليل وهذه الأشياء كيف نتعامل مع هذه المشكلة في البداية أنه الأهالي يهملوها كيف نتعامل معها دكتورة بالنسبة للأطفال نحن دائماً نركز على عمر هذا السن ركزينه عمر السن ومش عمر الطفل أجل يشوف السن هذا إذا قرب أنه أصلاً يتبدل خلال كم شهر وما في منه أي ألم ما أدخل الطفل بإجراء وأحفر وكذا خلاص خبر الأهالي أنه السن هذا قرب يتبدل إذا الطفل لسه عمره ست سنين والسن حيتبدل على عمر العشر سنوات 12 سنة أنت تكلمي عن ست سنين الطفل يحتاج هذا السن يضل داخل فمه من ناحية عشان الأهمية اللي قلتها في البداية ينضغ الطعام يحفظ المكان للسن الدائم اللي حيجي بعده فهنا نحن نلجأ أنه نعمله إجراء علاجي الإجراء العلاجي بيكون يشبه إجراء العلاجي تبع الكبار حشوات عصاب زي كذا لكن بطريقة تكون جداً أخف وتناسب الأطفال بحيث أنه يكون كويقاية أنه يعيش معنا لحد ما يتبدل زي كذا عندنا للأسف يهملوا هذا الشيء من الأساس وبعدين يمكنونا هذا الكلام أنه يا سنة شلي يا شمس شلية سنة الحمار وقبي سنة الغزاء بالضبط يعني هم يقولون خلاص وحي يتبدل طب هل أنت عارف متاح يتبدل يعني ما يكونش عارفين أصلاً متاح يتبدل لكن فكرة التبديل نفسها تخليهم يتكيوا فعلاً وأنا حب فكرة أنه ربط العادات الصحية بدون التخويف هذه نقطة مهمة أنا حبيت الكلام اللي أنت بلتي يعني بعض هذه الأرشادات اللي أنا أخلي ابني يحب هذه العادة ويمارسها عندك كمان أي نصائح ممكن تقدميها للأهالي علشان يحافظوا على أسنان أطفالهم بشكل صحيح بالأخص في هذه الفترة فترة الأسنان اللبنية يعني أنا بس أشدد أنه نعتبرها زي هذه الأسنان الدائمة نحافظ عليها علشان الطفل شخصيته ما تتهز زي ما قلت يعني نحاول نركز على أن هذه الأسنان بتعيش بسن الطفل بفترة جداً حساسة فما نهملها وما نعتبرها أنه خلاص ستتبدل وننسى موضوعها نحاول نرفع وعي إحنا أنفسنا ونرفع وعي الطفل نفسه والناس اللي نعرفهم وننشر هذا الوعي بالذات في أوساط الشعب اليمني يعني شوية الوعي عندنا أقل إذا كان وعي أصلاً أقل مسألة النظافة الشخصية فعلاً بالضبط فكيف حيث لكن كل شيء يجب تدريش إن شاء الله حبا حبا وفعلاً بداية كل شيء هي الأساس هي مرحلة الطفولة الدكتورة سوكينا ردمان شرفتين ونورتين وحياك الله دائماً في صباح والقاء الله الصادق شكراً لك